الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم الأعمال الصالحة وأن يغفر لنا جميعا ما يحصل من تقصير وزلل وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من المستمرين على الطاعات المواظبين على الصلوات كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدها لدينه العودة الحميد وأن يزرع في قلوب هذه الأمة محبة الالتزام بطاعته والسير على مقتضى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبعد بإذن الله جل وعلا نبتد في هذا اليوم قراءة كتاب الوضوء وقد جرت عادة علماء الشريعة أن يقدموا الوضوء لأنه مفتاح الصلاة والصلاة هي الركن الثاني من أركان دين الإسلام بعد شهادتي التوحيد ومن هنا فإنهم يذكرون هذا الكتاب في أوائل كتبهم وقد ذكر الله جل وعلا الوضوء في كتابه في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فلعلنا نقرأ أحاديث هذا الباب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضرات قوله في هذا الحديث لا تقبل تفسر كلمة عدم القبول بتفسيرين الأول عدم الصحة الشرعية والثاني عدم ترتب الثواب على الفعل فإن هذه اللفظة تطلق مرة ويراد بها عدم الصحة كما هو هنا ويراد بها مرة عدم ترتب الأجر والثواب كما في حديث لا يقبل من شرب مسكرا لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما يعني أنه يطالب بها ويسقط الإثم عنه بفعلها ولكنه لا يؤجر عليها وقوله صلاة أحدكم يشمل صلاة النافلة وصلاة الفريضة قوله إذا أحدث فسرها بخروج الريح وفي هذا دلال على أن خروج الريح من نواقض الوضوء وفي الحديث أن من أحدث فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ وفي الحديث أو يقاس على ما في الحديث بقية ما تشترط له الطهارة فإنه لا يصح من الإنسان أن يقدم على تلك الأفعال حتى يتوضأ وقوله حتى يتوضأ حتى أدات غاية ومعناه أنه لا يثبت الحكم وهو قبول الصلاة حتى يكمل الوضوء ففي هذا تعليق الأحكام بتمام الغاية حسن الله إليكم قال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل قوله هنا نعيم المجمر سمي بهذا الاسم لأنه كان يحضر طيب البخور إلى المسجد فاشتهر بذلك قوله رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فيه جواز صعود الإنسان على صدح المسجد وقوله رقيت يعني صعدت وظهر المسجد سطح المسجد قوله فتوضأ يعني في سقف المسجد إذا لم يكن ذلك مؤثرا على المسجد فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يعني أمة الإجابة الذين أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون أن يطلبوا منهم الحضور غرا محجلين من آثار الوضوء والغر المراد به من كانت أعلى جبهته على البياض محجلين يعني عند عليهم الحلي من آثار الوضوء وفي هذا مشروعية التأكد من وصول الماء على جبهة الإنسان وقوله فمن استطاع منكم هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وكان من مذهب أبي هريرة استحباب تجاوز محل الفرض عند غسل أعضاء الوضوء فكان إذا غسل يديه أشرع في عضديه وإذا غسل قدميه أشرع في ساقيه وكان هذا مذهبا لأبي هريرة وبقية الصحابة يخالفونه في ذلك ويرون أنه لا يشرع الزيادة في ذلك يرون أنه لا تشرع الزيادة في ذلك ومذهب الجمهور أقوى فإن الحديث قال غراً والغرة هي أعلى الجبهة وأعلى الجبهة جزء من أجزاء الوضوء وليس زائداً عن محل الوضوء ومن هنا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المشروع الاقتصار على محل الفرض في الوضوء لأنه هو الذي جاء الشرع بالأمر به ولأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والشافعية يخالفون في ذلك ويرون أنه يستحب الزيادة عن محل الفرض ويستدلون بحديث الباب ويستدلون بفعل أبي هريرة رضي الله عنه وحديث الباب على ما تقدم ليس فيه دلالة لهذا القول فإن الخبر ليس فيه الترغيب في غسل ما زاد عن محل العضو وأما أثر أبي هريرة فإنه قد خالفه عدد من الصحابة وقوله يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذا لم يصح الاستدلال بأثر أبي هريرة في هذه المسألة حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة أيقطع الصلاة فقال لا ينفتل أو ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذه الحاديث كلها تشير إلى فضل الوضوء والأثر العظيم الذي يترتب على الوضوء قوله هنا عن عبد الله أنه شكا أي تقدم بالسؤال الذي يشتكي فيه من التخيلات حول انتقاض الوضوء قوله الرجل الذي يخيل إليه أي يدور في خلده ويظن مجرد ظن بدون دليل أنه يجد الشيء في الصلاة يعني شك في خروج الحدث والريح منه أيقطع الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أو لا ينصرف يعني لا يقطع صلاته ويذهب خارج محل الصلاة حتى يسمع صوتا يعني أن ينطلق صوت للريح فإذا سمع الصوت حكم بانتقاض وضوهه أو يجد ريحا رائحة الحدث إذا خرج منه وفي هذا الحديث الرجوع إلى أهل العلم والفتوى فيما يشكل على الإنسان من المسائل كما رجع هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أن الأصل بقاء الطهارة فمن توظف الأصل وأنه لا زال متوضئا ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يدل عليه وأما مجرد الأوهام والتخيلات فهذه لا يبنى عليها حكم وقوله يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أي يرد عليه خاطر بأن الحدث قد خرج منه وبأنه قد حصل منه فساء أو ذراط وفي هذا أن من أحدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة ولا يجوز له أن يتمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أي لا ينصرف ولا يقطع صلاته حتى يسمع صوتا يعني صوت الريح صوت الحدث أو يجد ريحا يعني في الرائحة وبالتالي نعلم بأن الوساوس لا تغير الأحكام وأنه لا يجوز التعويل على ما فيها أثابكم الله قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ردفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دفع من عرفه حتى إذا كان بالشعب الأيسر الذي دون مزدرفه أناخ ونزل فبال ثم جعلت أصب عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ولم يصبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله قال فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدرفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصل المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصل ولم يصل بينهما ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غادا تجمع قوله عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردفت النبي صلى الله عليه وسلم أي ركبت خلفه على الراحلة على الجمل حين دفع من عرفه وذلك في يوم عرفه اليوم التاسع متى دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس من يوم عرفه حتى إذا كان بالشعب الأيسر أي إذا مال إلى ذلك الشعب أو انحرف إليه الذي دون مزدلفة أي بين عرفه ومزدلفة قبل مزدلفة بيسير أناخ ونزل أي أنه طلب من بعيره أن يبرك على الأرض ويجلس قال ونزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم من فوق راحلته فبال فقضى حاجته قال أسامة ثم جعلت أصب عليه الوضوء الوضوء يعني الماء الذي يتوضع به قال فتوضع وضوءا خفيفا أي لم يبالغ في الوضوء ولم يسبغ الوضوء أي لم يقم بإكماله إكمالا تاما واكتفى بأقل مقدار الواجب قال فتوضع وضوءا خفيفا لم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله يعني هل قد دخل وقت صلاة المغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك يعني أنه أراد أن يصلي صلاة المغرب والعشاة في يوم عرفة في المزدلفة قال فركب النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء المزدلفة وهي المشعر نزل فتوضع مرة أخرى نزل من على راحلته فأسبغ الوضوء وأعطى كل عضو حقه ثم أقيمت الصلاة أي صلاة صلاة المغرب قد ورد في بعض الأحاديث أنه أذن ثم أقيمت قال فصلى المغرب ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله أي ذهبوا إلى المواطن التي سيبيتون فيها في المزدلفة وكل واحد منهم طلب من بعيره أن يبرك على الأرض في المكان الذي رضي به النزول فيه من أجل أن لا يتعدى عليه أحد بعد ذلك ثم أقيمت صلاة العشاء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل بينهما يعني بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في المزدلفة فلما أصبح وركب النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منا أردف ابن عمه الفضل ابن عباس وهو أخ لعبد الله قال غدا تجمع أي أنهم لما أصبحوا الصباح الذي أعقب مبيت مزدلفة أركب النبي صلى الله عليه وسلم معه الفضل ابن عباس رضي الله عنهما أحسن الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة مما إن فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة مما إن فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة مما فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة مما فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة مما فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ مرة مرة قوله هنا عن ابن عباس أنه توضأ أي وضوء الصلاة فغسل وجهه لأن من أركان الوضوء تغسيل الوجه حينئذ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة مما فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة وهي ما يلقط باليد من المياه ثم أخذ غرفة مما فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة مما فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة مما فغسل بها يده اليسرى ثم مسح رأسه ثم أخذ غرفة مما فرش على رجله اليمنى حتى غسلها فرش يعني أنه في بعض الروايات أنه أتى والمراد أنه صب الماء يسيرا يسيرا على قدمه فلما كان سكبه للماء قليلا قليلا حينئذ قيل بأنه رش على رجله اليمنى حتى غسلها ففي هذا التصريح بأنه قد غسل قدميه قال ثم أخذ غرفة أخرى أي قبضة ماء مجموع قال ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى لأنها قد جاءها بعض الأمر فكان قد ابتدأ بغسل رجله اليمنى ثم أخذ غرفة أخرى يعني من الماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة ففي هذا الحديث مشروعية الوضوء قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وفي هذا دخول أعمال المضمضة والاستنشاق في مسمى الوضوء وفي هذا أخذوا أو الاكتفاء بغرفة عند غسل أعضاء الوضوء وفي هذا الحديث أيضا تعميم أعضاء الوضوء بالغسل عند الوضوء وفي هذا الحديث جواز إعانة الإنسان لغيره من أجل أن يتوضأ وفي الحديث جواز بيع ما كان متصل وتم ما كان متصلا بالبيت وتم فصله نعم حسن الله أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسبه إليه قال لو أن أحدكم أي لو قدر أن شخصا من الأشخاص إذا أراد أن يأتي أهله يعني يجامعهم فقال فقال بسم الله أي أستعين بسم الله تعالى اللهم جنبنا الشيطان أي أبعده عننا وجنب وجنب الشيطان ما رزقتنا قال فقضي بينهم يعني لو قدر أنه جاء نتيجة ما فعل تلك الليلة ولد طلب من والده أن يسميه بالاسم الحسن قال فإذا قدر أو إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا ولم يسلط عليه فيه أن أولياء الله يتكفل الله تعالى بحمايتهم حسن الله إليكم قال عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قوله كان هذه تفيد الاستمرار والدوام عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وهو مكان قضاء الحاجة قال اللهم يعني يا الله إني أعوذ أي ألتجئ وأحتمي بك يا ربي من الخبث والخبائث وقد وردت تفسيرات عن أهل العلم في الخبث والخبائث فمنهم من يقول الخبث ذكورهم والخبائث إناثهم ومنهم من يقول صغارهم وكبارهم منهم من يقول فقيرهم وضعيفهم إذا هذا أيضا فيه أن الإنسان يذكر الله جل وعلا في كل أحيانه ويستعيد من عدوه الشيطان الرجيم الذي قد يسلط عليه بسبب تقصير العبد قال رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيظ بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى قوله هنا إذا أتى أحدكم الغائط الأصل في كلمة الغائط أن يراد بها المكان المنخفض ولما كان الناس يقضون حوائجهم في مثل ذلك المكان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ لأنه لم يكن عندهم حمامات متجهة إلى قبلة فقال إذا أتى أحدكم الغائط أي أراد أن يقضي حاجته فلا يستقبل القبلة فلا يأتي بها على وجهه ولا يولها ظهره ولكن شرقوا وغربوا فهذا الحديث فيه أنهي عن استقبال القبلة عند كون الإنسان يقوم بتوزي توزيع أو بصدقة وهذا الحديث فيه أنهي عن استقبال الكعبة في البول أو الغائط وعن استدبار الكعبة في البول أو الغائط حسن الله إليكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن أناس يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله بن عمر فلقد ارتقيت يوما على ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبينتين يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة وقال ابن عمر رضي الله عنهما لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقال واسع ابن حبان لا أدري والله قوله هنا أن أناس يعني جماعة يقولون إذا قعدت على حاجتك فحينئذ يرتفع الحدث عنك وبالتالي لا تحتاج إلى استقبال القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله ابن عمر فلقد لقد للتحقيق ارتقيت أي صعدت يوما على ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي قال ابن عمر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين واللبن ما طين يجمع ويوضع معه تب الذي يكون من البهائم فيستمسك فيستمسك ويصبح قويا عادة يبنى به البناء والبيوت قال ابن عمر فلقد ارتقيت يوما على ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين واللبنة ما تبنى به بيوت الطين قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة ففي هذا الحديث من الفوائد المنع من استقبال القبلة ومن استدبارها عند قضاء الحاجة وقد حمل الجمهور هذا على ما كان في البنيان ما كان في البنيان فإنه ينهى حمل هذا على ما كان ما لم يكن في البنيان إذن حملوه على الفضاء وأما البنيان فقالوا بأنه لا زال الناس يضعون الكنفة في بيوتاتهم وبعضها قد يكون متجها جهة القبلة قال وفي هذا الحديث فضل عبد الله بن عمر ولكونه كان يقوم ببعض حاجة أخته وفي هذا الحديث الجلوس للناس من أجل الفتوى والقضاء وقوله مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة أي هذا شأنه بالنسبة للكعبة المشرفة هذا قال ابن عمر لهذا الراوي الذي أنكر أن يطلب من القاعد عند فعله للبناء أن يقف فقال لعلك يا أيها السائل من الذين يصلون على أوراكهم ففي هذا النهي عن الاستناد على الورك في الصلاة وغيرها قال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم لأنهم كانوا إذا جلسوا كانت جلستهم بوضع إليتهم على الوركين فقال واسع بن حبان لا أدري أي ما معنى هذه الكلمة من كلامك يا ابن عمر والله أعلم هذا الحديث كما تقدم فيه فوائد منها جواز قضاء الحاجة في البيوتات إذا كان فيها الكنف ومنها أنه لا مزية لبيت المقدس في الاستقبال أو الاستدبار أمرا أو نهيا وفي هذا أيضا أن ابن عمر لم يلحقه التأثيم بسبب وقوفه في ذلك الموقف قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته وكان مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة فهذا شيء من الفوائد التي اجتمل عليها هذا الخبر وفيه فوائد غير أبواب الطهارة لعلنا نشير إليها فيما يأتي أسعدكم الله في دنياكم وأخراكم وبرك الله فيكم وجعل العاقبة الحميدة لكم هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين